نحن تكلمنا على جزئية من السحور إننا نتجنب الأشياء التي تسبب الحموض اللي هي زي ما قلنا الدهون العالية البهارات الفلفل إننا نتملي المعدة بشكل كامل وحتى فوق طاقتها وهذه الأشياء لأننا ستعبها خلال فترة الإمساك قد يكون النوعية المناسبة عادة البروتينات اللي هي تجلس الفترات الطويلة حتى تساعدها في فترة الإمساك من غير الشعور بجوع وهذه متواجدة في كتير من نواع البروتينات مثلا الفول أو اللبن أو الدجاج المشوي هذه الأشياء تساعد السيدة الحامل أنها تقعد لفترة أطول خلال فترة الإمساك من غير الشعور بالوهن ومن غير الشعور بالجوع أضيف عليها كمان أنه من ناحية السكريات حتى نوعية السكريات اللي لم نأخذها نأخذ السكريات اللي يكون امتصاص فيها نوعيا بشكل بطيء حتى يعطيها لأطول فترة ممكن ونحن نتكلم الموز غني جدا بالبوتاسم وهذه حاجة تساعد كمان للسيدات العنف ممكن تأخذها موزة مع الإمساك مع الإفطار قبل الإمساك مع السحور فهذه حاجات تساعد كثير السيدات السوائل بالإضافة لشرب السوائل بالكمية زي ما قلنا خلال نقول نحن عادة عشان نسحل للسيدات الحامل إذا كان حسب الوزن السيدة الحامل نحن عندنا قارورة تلموية الصحة مثلا السيدة الحامل لو قلنا مثلا وزنها 50 كيلو مطلوب منها من 5 ل 6 قوارير من هذه القوارير أبنصريال الصغيرة هذه أبنصريال الصغيرة هذه لكن مثلا وزنها 80 لا نطلب منها 7 أو 8 قوارير فهي تتفاوت على حسب وزنها كيلو تقريبا دكتور يحتاج لها قارورة واحدة أبنصريال تقريبا تقريبا وهذه طبعا زي ما حنأخذها كلها في الإفطار أو حنأخذها كلها فيه لتتوزع على فترة الإفطار طول المساء هذا البرنامج برعاية جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية